خرجتوا بمحاولة بجهد كبير كانوا يسحبوني لما كان خرجت بالصدر ندعي عاملوني أفراد الجيس مدوا أيديهم إلي وخرجوني ومبعد قلبت منهم الميك لوسر فتهاترت علي كمية من الأكل يعني كأنني طفل راضيع في حجر أمه كأنه طفل راضيع في حجر أمه يعني شوف كارثة المخابرات الإرهابية هذه أنهم يبالغوا إلى الحد الذي لا يصدقهم أحد هذا على أساس أنه كان يحارب فيهم هما قالوا قال لك رهم الرابعة وتسعين معناها ثمانية وعشرين سنة هو في مقطع يبان أيضا يقول ثمانية وعشرين سنة يعني هذا رايح حارب فيهم معنا ثمانية وعشرين سنة يخرج يمدحهم الدرجة يقول لك أنني كنت راضيع في حجر أمه هما أمه وهو الراضيع مصيبتهم مش فهمين مع أننا قلنا هذا منتقدنا مش حال مرة بش يصلحوا شوي الأمور والو كل مرة يعموها مش قادرين يفهموا بأن مدح العصابة ومدح ما يسموهما المؤسسة العسكرية اللي هما الجنيرالات الإجرام وليس الجيش اللي هو جيش الشعب ليرامسكي أسير عند الجنيرالات تاع الإجرام عند ما في العسكرية أن هذا المدح المبالغ فيه يفقد كل مصدقية كأنني راضية في حجر أمه كأنني راضية في حجر أمه ها هو مستوهم ونوصل كي يخرج واحد في سن هذا الشخص اللي يبدونه في بداية الخمسينات وسواء كان عندهم سجين أو كان بالفعل في الجبل أو ربما كان في القبر ذاك نشوفه علاش ربما كان في القبر ذاك نوري لكم حاجة كي يخرج واحد كما هاك ويقول لك كأنني كنت راضية في بطني عند أمه خلاص راحت كل ما لقنتوه كل ما قلتوه ضع هذا أصلا إذا افترضنا وتوقعنا أن فيه من الجزائرين ما نسمعكم أنا عارف حتى الذباب اللي يدروا البيبلي سيتي رمي يضحكوه يعني باتلي المساعد لما خرجوه هذه في ما يسمى موقع التلفزيون الجزائري الأغلبية العظمى وفي الداخل يسيبوا فيهم يقولون ما تحشموش خلونا نبدأ دوحيات ها خلاص ما راش في التسعينات العالم راحت تغير لا مش قادرين يفهموا ومع ذلك يعني كل دوحيات اللي صارت من قبل الناس ما خلتش فيهم ما خلوش فيهم يعني مع ذلك يستمرون في نفس السيناريوهات خلا نشوف واحد النقطة أساسية الآن ومبعد نشوفوا هو هذا شكون راح يقولنا هو اسمه شكون ومبعد نشوفوا هذا السيد وين كان واحد الفترة سمحوني فيه رسائل كثيرة جدا ها هنا جزء من دوحي أيضا ولا خلونا نشوفو الأخو القبل ومبعد نرجعو لهذا ها ها فيه 17 دقيقة مش راح نو نشوفو 17 دقيقة راح نشوفو مقاطع فقط أنا المسمى لسلوس المدين المدعو في التنظيم أبو حيان عاصن ها واشنو كانت شفتي في التنظيم هل نحبسه هنا واش اسمه هل نعوده اسم عمليح واش يقول واشنو اسمه هو اسم عمليح أنا المسمى لسلوس المدين المدعو في التنظيم أبو حيان عاصن كانت شفتي في التنظيم قاضي ترعي على مستوى بلاد المغرب الإسلامي لسلوس المدني اسمعته همليح لسلوس المدني قاضي شرعي خلونا نروحوا الواحد من مواقعهم الرسمية جدا باش نشوفوا هذا لسلوس المدني وين كانوا واش سرالوا طبعا هما هذا يقولوا اعترافه يقولوا هذو انتا واقعة التعجيه تسكيك قالوا قتلوا سبعة إرهابيين حتى شنغريح رايح هناك وديرين أفلام عليها قبل أسبوعين أو ثلاثة أفلام كبيرة ديرينها واليوم جايبين الاعترافات مع أنه عندهم عشرين يوم يعني العصابة المافيا الإرهابية عندها هؤلاء عشرين يوم سواء كانوا في السجون وجابوهم أو كانوا بالفعل في الجبل ما نقدرش نفصلوا فيها يقينا الآن لكن كثير من الناس يقولوا لا هذو كانوا في الحقيقة كانوا عندهم في السجون هؤلاء كانوا في السجون خاصة النهار اللي جابوهم في الأول ذلك رغم بانوا شوية كلي ميزرين إلى آخره لكن النهار اللي جابوهم في الأول ناس شفت هذه ليش وجوه يعني ليش وجوه ضربتها الشمس ناس شفت وجوههم بيضاء بينما شفت وجوه الجنود اللي على أساس أنه معتقلوهم ضربتهم الشمس يعني وجوههم مصمرة وجوههم ميلة إلى أنها تعبانة وجوه الجنود بينما هؤلاء واللي يتذكر هذا الواقع سيجدها لو يرجع ل 16 أو 17 مارس نهار لي ولو لكن أكثر من ذلك خلينا نشوفوا هذا السلوس المدني لعلنا شفناه من قبل في مكان آخر أقرأوا مليح وخذوا صورة من فضلكم هاي وكالت الأنباء الجزائري في 2 ديسمبر 2020 خذوا صورة باش ناس تقدر تتباحها وتلقى التفاصيل أنا حب دايما نمدلكم الأدلة إذن الجزائري الميا الميا سيف الدين يتبعون بشيش في مارتر في مكان آخر في جيجل جيد وكالتا تقرأوا وقالتا وقالتا من نشوفوا سيف دين تقرأوا انها يتحقق في تقديم نقوم بموظافة في الارتية لساومات الأماد على تحضير الملحة والكاستabilitation على كل التحوهر أدعونا من المترجم بطفل ان تفعل التجارة إنه يقول لك أن الوطن الوطن والاشعبي و الوطن الآخرين واللي دائما حارب الإرهاب سيجعل شيئا مهما على مستوى الوطن وش حقك؟ Dans le même contexte et après l'exploitation de renseignements, l'opération d'identification a permis de déterminer l'identité de deux des trois terroristes abatis deux des trois terroristes abatis. يعني وصلوا و تحقوا من هاوية إرهابيين الثنين من الارهابيين الثلاث الذين تم قتلهم وخطأ جسرات قبل 2 décembre 2020 2020 il s'agit indique la même source il s'agit en l'occurrence de la slousse de Cheikh Aasem Abou Hiyan qui avait rallié les groupes terroristes en 1994 طيب كيف تفهمون ان شاء الله نتمنى على الناس ان يأخذوا مقاطع من هذا 2 décembre 2020 يصوروها ويأخذوا لها حتى يوم يبدلوها وعندي عدة إشارات بلهم يتبعوا يتبعوا على عدة مستويات إذن في 2 décembre 2020 وحسب وكالة الأنباع الرسمية ناقلة على بيان من عند الجيش بيان من وزارة الدفاع يقول أنه تم القضاء على إرهابيين على 3 إرهابيين تم التعرف على 2 منهم واحد منهم هو السلوس مدني سمعتوه ما هو السلوس مدني دعونا نعود نسمعه منه ما اسمه إذن هاي عندك دعونا نرى موقع آخر قبل أن نمشي هاي وزارة الدفاع الآن بالعربية الأربعاء 2 ديسمبر على الساعة الرابعة صباحا و 14 دقيقة 2 ديسمبر 2020 خذوا لها الصورة أيضا هاي عندك الواضحة لا مش واضحة هاي عندك راح نمساعد أيضا نضعهم بعد إن شاء الله كشفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية هو وكالت الأنباء ويقولوا الجزائرية يعني كشفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم الأربعاء من تحديد هوية 2 من الأرهابيين الثلاثة المقضي عليهم حيث يتعلق الأمر بلسلوس مدني المدعو الشيخ عاصم أبو حيان الذي التحق بالجمعيات الإرهابية سنة 94 هلنا نعودوا نسمعوه واش اسموه هو لكم اسمعتوه لكن ما عليش تحملوني زيادة لأن هذا مهم جدا لكل المتابعين خاصة اللي يحبوا التفاصيل والتدخيقات وكما يقولوا بعض خوتنا الثقة في الوثيقة أسمعوه جيداً وش يقول أنا المسمى لسلوس الندين المدعو في التنظيم أبو حيان عاصم حسناً حسناً كانت صفتي في التنظيم هذا هو الدحدوح ومع واحدة آخرين اللي جابوهم وعمروا بهم القنوات والفيسبوك والتويتر ومنش عارف اليوتيوب ووكالات الأنباء والجرائد تكتب ما كلفوش نفسهم باش يقوموا بعملية صغيرة جداً باش يقوموا مشكلتهم أنهم عندما يكذبون ما يعرفوش أن اللي يكذب دايماً يتحفي الكذب دائماً ولو كانت عنده ذاكرة الفيل هما نعرفه هما ذاكرة ذبابية لكن حتى لو كانت عندهم ذاكرة الفيل ويقال أن الفيل له أعظم ذاكرة في كل المخلوقات مع ذلك الكذاب يسقط في كذبه ما كلفوش نفسهم علشي أنا مرات بقدر ما يعني نشعر بال بالفخر أن الحركيين بدون إمكانيات استطاعوا أن يحشروهم في الزاوية استطاعوا أن يظهروا كل فشلهم بقدر ما نشوفهم يقول كيفان لديهم إمكانيات دولة بخزنتها بأموالها بجيشها قوضعتها إدارتها كذبيها أتباحها ذنابها لديهم كل هذه الإمكانيات ويرتاكبون أخطاء ما يرتاكبها مبتدع في البروباغندا أو مبتدع في هذا العمل ما كانوش قادرين يروحوا يقولوا استنى استنى الأسلوس المدني هذا بل لك راندرنا به هافير من قبل بل لك خدمنا به الأسم وكذب المساعدة كتب اسمه أو حتى بلا ما كتب اسمه لا أعرف حتى كيف يجبه نحن نعرف كيف يعمل في المستفر كتب اسمه في جوجل يخرج له يعني لو كان يضعوا اسمه والسلوس المدني كذا يخرج له ها وخارج ها والسلوس المدني في اثنين قتلتوه في اثنين ديسمبر 2020 حسب وكالة الأنباء وحسب بيان تنتع وزارة ما يسمى بوزارة الدفاع الحقيقة لم تعد وزارة الدفاع هي وزارة للمافيا العسكرية التي تتنهى بالبلاد ودائرة البلاد تحت لا تحشموش لا تتعلموش لا تتعلموش لا تتعلموش من الكوارثين لا تكون قادرين تتعلموا مع أن ما حال من المرة نورو لكم ويخرجوا للأحرار ويأتي ودعوكم تعليقات بسيطة بدون إمكانيات كوكرا قتلينه في اثنين ديسمبر 2020 عاوتوا جايبرنا اليوم ودائرين به فيلم سبعت عشر دقيقة بث ومسكين موصلينوا إلى الدرجة أنك قال لك كنتوا كالراضيع في بطن أمه كالراضيع في بطن أمه أليس هذا من المهازل تاكم الكوارث تاكم وراء الأموال الملايير الممليارة التي تصرف عليكم لو كان جئت أنا في هذا المافيا العسكرية والحمد لله لا يمكن أن يكون معاهم لا بسرح لو كان جئت كل هؤلاء اللي يأخذون في البروباقاندا ندخلهم للسجن كلهم هؤلاء هم هؤلاء هم اللي يستاهلوا يدخلوا للسجن لأنها بربوباقاندا بسيطة جدا طيب متوقفوا نخدوا لكو نخلوم حرب حانا نشوف البروباقاندا التي قايمة اليوم في الحرب الروسية الأوكرانية نشوف البروباقاندا العالمية التي قايمة وهو الروس بكل ما لديها من خبرة تاعة مئات سنين من أيام القياصرة إلى الشيوعيين إلى هؤلاء ومش قادرين يوقفوا أمام البروباقندا الغربية وهاي قضية بوتشا هاي حطت الروس تحت الأرض هاي قضية هذو اللي قالوا أن الروس قاتلوهم في قرية بوتشا المجاورة لكيف في ضواحي بييف كيف هاي قامت عليهم القيامة ولم تقعد بعد لأن الأوكران أثبتوا من أن هناك مئات من المدنيين قتلوهم الروس قبل الانسحاب سواء كان هذا صح أنا لا أستطيع أن أقول صح أو ليس صح لأننا نعرف كثير من البروباقندا في الحروب سواء كان هذا صح أو لم يكن حقيقي فالروس رمي يدفع فيه ثمن غالي جدا لكن نمروا شوية للوضع الأوكراني ونشوفوها رمي يدفع فيه ثمن غالي جدا أنتم بدون حرب حربكم هي على الشعب الجزائري لديكم كل إمكانيات الدول الأخرى كلها تعاون فيكم اللي يعاون فيكم مباشرة اللي يعاون فيكم غير مباشرة طبعا لأنهم كلهم ينهبوا من بلادنا ما كونش قادرين تخرجوا مجرد بروباقندا صغيرة ما كونش قادرين تكالكدوا من اسم كل هذاك وش كان هاوة لوش كان طبعا لأنهم كلهم ينهبوا من بلادنا يعاون يرسل لي المقطع اللي يذكريني فيه واللي هو على أساس اللي بنيت كل هاد البروباقندا يعني على أساسه بنيت كل هاد البروباقندا باش يوصلوا برك الواحد العشر كلمات والله قالها واحد من هذو اللي قالوا اعتقلوهم آآ إلى أخي لكن هادي فقط لو افترضنا أن كل القصة نتعكم ما فيهاش أكاديب يكفي فقط أن يرجع الناس إلى يوم 2 ديسمبر 2020 باش يلقاوا أن في وكالة الأنباء لتسمى جزيرية وهي في الحقيقة نتعك المافيا العسكرية وفي بيان لوزارة الدفاع قلت أن الأسلوس المدني تم قتله وأنه كان من ضمن ثلاث إرهابيين تم القضاء عليهم وتم التعرف على اثنين منهم منهم الأسلوس المدني المدعو أبو حيان لحظة أخواني من فضلكم باش نلقع الفيديو هذك اللي فيه أيضا دقيقة وشوية واللي كان الهدف منه كله هو هذك الفيديو لأنه أرسلولي المساعد لكن رهي دايما هناك أشياء كثيرة جدا ها هنا تهيئت سيرة مفخخة وتفجيرها بما قبل الشرق من الشرق أميرا على السرية الخاصة لعبد المالك درودكال تم التأكيد من طرف أبو عبيدة يوسف العنابي أن التواصل قائم أساسا بين أمير التنظيم العربي زيتوت اتصال سري وعن طريق ثقة يعني الوسيط ثقة تهيئت سيرة مفخة وتفجيرها بما قبل الشرق ومفخة وتفجيرها بما قبل الشرق ومفخة وتفجيرها بما قبل الشرق ما قال لك؟ دعنا أرسلوا نسمعوا أنا عبد المالك درودكال تم التأكيد من طرف أبو عبيدة يوسف العنابي أن التواصل قائم أساسا بين أمير التنظيم العربي زيتوت اتصال سري وعن طريق ثقة يعني الوسيط ثقة كاين اخواني اللي يعرفوني ربما مع الحراك منذ الحراك إلى حد الآن عندي أكثر من ألف فيديو وعشرات من الفيديوات تنتعي القنوات حتى لا أقول أكثر قبل الحراك عندي آلاف أقول آلاف بدون مبالغة لا يوجد مبالغة لأننا نتكلمون عن خمسة وتسعين عندي آلاف تدخلات على الإعلام المكتوب على الإعلام المرأي على الإعلام المسموع على تدخلاتي على المسجلة اللايف إلى آخره ونوصي الجزائريين بالسلمية وبأن السلمية هي في الحقيقة السلاح الاستراتيجي الذي يهدم الطغيان في نهاية المطاف بأقل تكليف وأن تاريخيا ونظرنا في هذه سواء أنا أو إخواني في حركة رشاد خاصة لما كانت قناة العصر موجودة نشرنا عشرات الفيديوات عشرات الفيديوات حتى لا نقول أكثر وعشرات الكتابات عشرات المقالات مجموعة من الكتب بشكل أو بآخر كلها تتحدث على أن معركتنا هي معركة بالنسبة للشعر الجزائري هي معركة سلمية وفسرناها بسهولة وببساطة وباختصار وقلنا أن العنف هو بالنسبة للمافيا العسكرية تحكم البلاد تاريخيا ثبت ذلك مثل الجيفة للدود أنهم لا يستطيعون أن يعيشون بدون عنف وأنهم يدفعون الشباب إلى حمل العنف ويدفعون الناس إلى العنف سواء العنف في الشارع أو في الطرقات أو في حرق الناس تدوح في خرجة تظاهر تحرق الضائرة أو تحرق البلدية أو العنف المسلح واللي كانوا خدموا عليه كثير في التسعينات وقلنا أن التجربة في الجزائر وفي خارج الجزائر أثبتت أن المعارك السلمية تكون أسرع في تحقيق أهدافها من المعارك المسلحة وأنها تكون أقصر في تحقيق في المدة في تحقيق هدفها الاستراتيجي في المدة من المعارك المسلحة وأنها تاريخيا ثبت أيضا عند الأمم الأخرى أيضا وعندنا أن المعارك السلمية جابت نتائج في حين أن المعارك المسلحة كثيرا ما تتحول إلى كارثة على الشعب واللغة وتسعينات أحد الأمثلة بغض النظر على اللي رفعوا الصلاح من الجانب الآخر هل كانوا مقتنعين به أو كانوا غير مقتنعين أو كانوا مدفوعين أو كانوا ما عندهمش خيار أو أعطوا فرصة استثنائية للجنرالات لأنهم دخلوا في الملعب انتاحهم إذن إحنا عايشناها كمعايشة شفناها وهي قناعات لدينا حتى لو كان ما شفناهاش ومعايشناهاش عندنا ثم شفناها في ليبيا شفناها في سوريا شفناها في اليمن بمجرد أن يدخل السلاح ينتصر الطغاة صحيح يهدموا الدولة ويقتلوا الشعب ويجوعوه وتنهار البلاد ولكن يبقاهم في السلطة فمن غير المنطقي ومن غير المعقول فما بالك أنه ليس من قناعاتي ولا قناعة حركة رشاد العنف المسلح ولا نتعامل مع الجماعات المسلحة أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ هم يعرفوه جيدا البروباغاندا الإجرامية وأنا لا أقول هنا لرد على اتهام فأنا اتهاماتهم كلها تحت رجلي اتهاماتهم لا ألقي لها بالا لهما ولا ذبابهم ولا أذنابهم لي تعرفوهم ولا لي اكتشفتوهم لأننا من بين الحاجات المليحة في هذا الحراك رأي غربا ومن ذلك يخرج واحد كانت من ناس تظن عليه ربما حراك ربما كذا فيفضح روحه وفي ذلك خير رد على هؤلاء السفاء إذن في الحقيقة كل كلامكم نحن هذه الجماعات المسلحة قلناها وكررناها مئات المرات قلنا بغض النظر على إذا كان ما يدعون له ولا الهدف مشروع لا غير مشروع إلا أن الوسيلة نعتبرها غير مشروعة ونعترض عليها ولا نوافق عليها ونرفضها ونقولوا لهم بلايك متلعبوا في لعب الجنيرالات سواء كنتم صادقين ولا جماعات مفبركة أصلا جايبين هذه يعني تعتقدوا أن هناك اليوم في الجزائر من يصدق أن محمد العربي زيتوت يمشي في العنف أو عنده علاقات مع جماعات عنف أو ممكن هذا ضد قناعاتي كلها هذا ضد أفكاري كلها هذا ضد كل ما نظلت عليها لماذا؟ يعني قلت هاون عودها عندما يكون الغازي خارجي عندما يكون الاستعمار خارجي كل الطرق تجوز وعلى رأسها العمل المسلح كما كانت ثورتنا في ربعه وخمسين وعندما يكون المستعمر داخلي احتقلال فإن كل الطرق تجوز في المقاومة إلا العمل المسلح إلا العمل العنف لأنه يخدمه ويسير له أموره ويسر له سياساته وفيه الغرب وفيه الشرق وفيه الصين وفيه الروس كلهم ماذا بيهم؟ يكون الإرهاب ما الإرهاب فهذا واضح وهذا ما ريش هنا باش نرض عليه وإنما فقط باش نوري التفاهن تعكم والسفاهن تعكم ما كفكمش ما فات ما زلتو خلنا نشوفو نذكروا خاوتنا شوية بما سبق من هذا الدحدوحيات ترجمة نانسي قنقر شوفنا بن حليمة قبل قليل غلا نشوفها المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة ما تخوفوناش بالعشرية ما تخوفوناش بالعشرية واحنا رباتنا الميزيرية ما تخوفوناش ما تخوفوناش وما ظنوش الشعب الان اللي ما راشده في المسيرات تعل حراك راسكت ولا هتقبل الوضع وقضية الشعب دايما عنده حسابات جماعية خاصة روح جماعية خاصة كنت ظنيت لما بدأت الكورونا في مارس 2020 والأحرار طالبوا بأني توقف لأنه كانت الكورونا باشتكارثة لبلاد وبالفعل حدثت فيما بعد ظنيت أن لن يعود ولكنه عاد في 22 فابراير وحتى أيام قبل 22 فابراير 21 واستمر لأشهر لو لأنكم استعملتم العنف واستعملتم الخبث واستعملتم الأكسيجين واستعملتم الحراق واستعملتم القبال واستعملتم كل شيء لإحداث صدمة الشعب الشعب سيعود وراه يتصفى راه يتصفى وهي كانت وجوه الناس كانت تعتبرها حراكية هي تبينت لهم باللي في الحقيقة كانوا مندسين تعمل خاضرات إرهابية الحمد لله على الغربال هاي الأمور تتصفى وهذا يحدث الآن مليون مرة خير من اللي حدث في تونس وفي مصر لأنها كانت ثورات سريعة انتفاضات سريعة ومن بعد اخترقت بشكل رهيب جدا الآن نحن هذه السنوات اللي بينت شيء وش بينت هو المختارقين والمندسين والخباثاء والمنافقين هاهم يبينوا وهذا مهم جدا جدا لحماية الثورة القادمة لحماية أن هالناس لن تخدع قد شي واحد قال كلمة هنا ولا قال كلمة له ولا كتبوا ظنوه الناس أنه حراكي إلى آخر هايتبين فهذا مهم جدا فهذا مهم جدا ها ينبينوا ولكن من أفعلها